صباح الخير عليك باساند صباح الخير عليك أحمد وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر مشاهدين نهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سينة وجنوب البلاد والجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء وفيه كمان النهاردة شبورة مائية الصبح هتكون كسيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال الصعيد وفيه كمان فرص لأمطار خفيفة على أقصى الغرب خلونا نتابع التفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك بسلامية وصباح الخير على كل شهدين أهلا من كيف طامنين عن حالة التقص النهاردة ويريد بالتحديد مدينة شرم الشيخ اللي فيها أول فعاليات مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بالفعل مؤتمر الأطراف هي مدى اليوم في مدينة شرم الشيخ ويمكن هي بتعتبر من المدن التحلية الأكثر استقرارا في المناخ على مدار العام كله ويمصص السياح مهم جدا في الوقت ده من السنة لأن الأجواء فيها أجواء خاربية مستقرة يمكن على مدار هذا الوقت هو كمان درجات الحراب تراه ما بين 28 وال29 درجة مقوية يعني أجواء مستقرة تماما خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل تقص خلال فترة النهار في زيادة الفترات سطوع على شهر الشمس فالأجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة فترات النهار خلال فترات الليل خلطة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء فيها بتكون أجواء مائلة للبرودة الصغرى خلال فترات الليل بتراه ما بين الـ 20 والـ 21 درجة مقوية على مدينة شرم الشيخ بالإضافة كمان إن حالة إملاحة البحرية على البحر الأخمر لأنها تعتبر من قدرة السحلية أن تصل على البحر الأخمر بشكل معتدل تماما فالأجواء مستقرة تماما نقدر أن نستمتع بالأجواء والصفل في مدنين شرم الشيح ونستمتع كمان بفعاليات ضمن المنطقة أشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية وزي ما تابعنا النهاردة تعالوا نرجع مرة تانية الفسانت وأحمد نتابع معهم بأي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا لاميا